تواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استقبال طلبات الدعم النقدي للخبز على موقع دعمك وقد بدأ تقديم الطلبات الإلكترونيا منتصف الليلة الماضية على أن يستوفي المتقدمون شروط استحقاق الدعم التي تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخل أفرادها خلال عام 2018 عن 12 ألف دينار كما تنطبق على الفرد الذي يحمل دفتر عائلة وحده ويقل دخله السنوي عن 6000 دينار ومعنا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام أبو علي أهلا بك سيد حسام سيد حسام يعني عدد المتقدمين حتى هذه اللحظة شكرا أخي العزيز الواقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووفقا لقرار مجلس الوزراء ابتدأت من بداية هذا اليوم باستقبال طلبات الدعم النقدي من المواطنين اللي باستحقوا الدعم والواقع بلغ لغاية هذه اللحظة حوالي 78 ألف طلب تقديمه على الموقع الإلكتروني والواقع والتابع هذا تقديم الطلبات بالإخوات المواطنين أول بأول وأحب أوضح أنه الموقع باستقبل الطلبات دعمكم على الموقع الإلكتروني أي مواطن عنده أي مشكلة في موضوع عدم إمكانية وتعبات هذا النموذج على الموقع الإلكتروني بإمكان يراجع أي مركز بالمراكز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمساعدة في ذلك نعم سيد حسام هل حدثت أي مشاكل على الموقع الإلكتروني؟ شكرا جزيلا الموقع الإلكتروني 10 عملوا اعتبارا من منتصف الليل مع بداية اليوم 20 الشهر حسب قرار مجلس الوزراء وإطلاقا الموقع يستقبل تقريبا 3 إلى 4 ألف كل 5 دقائق في وقت الظروي وما في أي مشاكل بس إخوانا المواطنين إذا بدخل أول مرة وما تمكن كان في ضغط على الموقع بإمكانه يرجع يقدر الطلب الموقع يسير بشكل جيد والرقم اللي تكلمته من أول يوم هذا بأول يوم نحكي عن 78 ألف طلب وبجزء وأنا بحكي معك كمان زاد هذا الرقم فبالتالي لأنه بداية تقديم والناس دائما في عملية صرف الدعم بتحاول تقدم مبكرا حتى تحصل على الدعم مبكرا نعم سيد حسام إلى متى متاح للمواطنين تقديم الطلبات؟ شكرا جزيلا الواقع قرار مجلس الوزراء تضمن مهلة ثلاث شهور لتقديم طلبات المواطنين بمعنى من 20 الشهر استدعى تقديم الطلبات ولمدة ثلاث شهور سوف نستمر في تلقي الطلبات وفي هذا المجال بحب أكد أن تقديم الطلبات هو بس لأخواننا العاملين في القطاع الخاص أو الغير عاملين أما العاملين في القطاع العام سواء مدني أو عسكري أو أجزة أمنية أو أيضا المتقاعدين سواء كانوا متقاعدين مدنيين أو عسكريين أو ضمان اجتماعي وأيضا المتلقين المعوني الوطنية لا يطلب منهم تقديم إقرارات بمعنى تقديم الإقرارات للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين نعم سيد حسام آلية الدفع كيف ستتم في النموذج اللي على الموقع بتلقى الطلبات المواطن هو يختار الآلية المناسبة له والنموذج حدد ثلاث طرق للحصول على الدعم النقدي الطريقة الأولى هي الحصول على الدعم نقدا مباشر من البنك الذي سنعتمد من قبل الحكومة لغاية صرف الدعم والطريقة الثانية تحويل إلى حسابه في البنك بحط الحساب البنكي البنك اللي بتعامل معه ورقم الحساب الآيبان وبتم التحويل عليه والطريقة الثالثة الواقع وهي الطريقة جديدة اعتمدت لأول مرة في هذا الدعم اللي هي المحفظة الألكترونية من خلال الهاتف النقال نعم إذن مدير تحويل المواطن الطريقة التي تناسي تفضل الخيار للمواطن نعم إذن الخيار للمواطن سيد حسام نعم سيدي نعم إذن مدير عام دائرة ضريبة الداخل والمبيعات سيد حسام أبو علي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر